أرجوك تاخد بالك من التعبير الجميل الحياة مش دلعة الحياة مش الإنسان كده يعيش فيها بالطول وبالعرض وخلاص مش تبع الفلسفة اليونانية القديمة يقولك لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت لا هنا بطرس الرسول يعبرها بطريق جميل اجتهدوا لكي توجدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولعيب اجتهد في شر أيوة في شر بس ما تخليش الشر يجيلك ما تخليش الشر يدخل فكرك ما تخليش الشر يعشش في قلبك ما تخليه اوعد غير من الشرير اوعد غير من نجاحه ثق أن الشرير عقابه حاضر وعقابه قاتن ثق خلي عندك اليقين ده اوعى تتأثر بنجاحه الظاهر زي ما هيجينا في القطعة التانية في الدرس القادم إذا أراد ربنا وعيشنا يقولك أعداء الرب كبهاء المراعي يعني زي الوردة اللي بتطلع الخفيفة خالص دي اللي بتطلع يوم بتجي الشمس تحرقها وتروح أو فنه كالدخان زي شوية الدخان اللي يطلعوا نشوفهم وما هي إلا دقيقة أو أقل من دقيقة وكله يروح ولا يوجد بعد اكتهدوا أن توجدوا عنده بلا دنس وبلا عيب يبقى علشان تعيش الدرس ده وعشان تتمتع به لازم تشعر جواك أن هذا العالم صغير بالنسبة للأبدية أنها كبيرة أن هذا العالم وقتي وزمني أما الحياة الأخرى فأبدية ولا يحدها الزمن ولازم تحط فيها وأنت بتستعد فكر الغربة وعلى فكرة فكر الغربة ده يساعدك في ممارسة الحياة خالص يعني الناس اللي بتعمل نزاع على مقتنيات ولا أملاك ولا خصامات بتحصل ولا ولا الحاجات دي كلها فكر الغربة يشبعك يوم تلاقي نفسك أن إيه التفاهات دي إيه التراب ده إيه الإنسان ده فكر الغربة كمان بتحط قدامك زي ما قلتلك في الأول أن العالم قد وضع في الشرير لما تلاقي شر ما حدش قالك أن العالم ده يعني فيه كل حاجة مبهجة وخلاص على رأي السيد المسيح في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم الثقة دي والغلبة دي بتعيشها جوه قلبك جوه قلبك العالم ممتلئ شر ولكن جوه قلبك مستريح خالص 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 وبتنظر لنموذك أبقنا الشهداء والقدسين لما عاشوا حياتهم ونظروا أن هذه الحياة مثل التراب مثل التراب وفيه مثل كده يقولك بنا آدم عينه فرغة ما يملهاش غير التراب هو ده تعبيل لو خدته بالمفهوم الروحي هتلاقي وراء معاني حلوة لكن ما تخليش الشر يغلبك لا فكرا ولا حضورا خد بالك أو أنك تتعدى منه وتعمل زيه لا انتبه لنفسك